بعد عامين من التوقيع على اتفاق الجزائر التاريخي تجتمع لجنة المتابعة الوزارية المشتركة للأوباك وشركائها مرة أخرى في الجزائر ولكن هذه المرة لتقييم مدى التزام الدول الخمسة وعشرين المنتجة للبترول بتنفيذ الاتفاق لقد شككوا الكثيرون في البداية في قدراتنا الجماعية على تنفيذ هذا الاتفاق وعلى التصرف بفعالية لتخلص من المخزون الزائد وإعادة التوازن للسوق البترولية غير أننا أتبتنا قدراتنا الجماعية على العمل بالمرونة والحكم الراشد الاجتماع جاء لتكريس جهود الجزائر في تقريب وجهات النظر بغية إعادة التوازن للسوق النفطية توازن يضع المنظمة أمام رهان البحث عن آليات جديدة للتعاون مستقبلا يجب علينا أن نواصل العمل لإحداث آليات طويلة المدى في التعاون بين دول الأوبك والمنتجين خارج الأوبك بما يسمح للسوق أن تستقر وأن تكون متوازنة وذلك بإبقاء الثقة ومنحها للجميع كما يجب أيضا أن نقوم خلال الأشهر المقبلة وخلال هذا الاجتماع بتقديم مقترحات لسنة 2019 الاجتماع والعاشر للجنة المتابعة يأتي في السياق تواجه فيه منظمة الأوبك ضغوطات عديدة من قبل المستهلكين ناهيك عن التغيرات الجيوسيا السياسية والاقتصادية إن العقوبات لتفرضها بعض الدول والحروب التجارية من شأنها أن تؤدي لعدم قدرة الاقتصاد العالمي على مواكبة التطور الذي يشهده حاليا أعتقد أنه يجب علينا أن نفكر ماليا في توسيع شراكتنا علينا أن نعمل يدا بيد من أجل مصلحة الجميع وأن نستقطب أعضاء آخرين يلتحق بالركب كما أؤكد على أهمية الحوار بين المستهلكين والمنتجين وبالتالي لا يمكن أن ننجح إذا لم تكن هناك ثقة بيننا وبين المستهلكين لقاء يعول فيه على الجزائر فهل ستنجح في إبعاد الخلافات السياسية وضمان انتقال مرد يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر